استقرار العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل يصفه المراقبون بالمرحلي لأنه بني على أساسات مؤقتة استعدادا للانتخابات المبكرة الملفات العالقة لا تزال على طاولة التأجيل على الرغم من زيارات ممثل أربيل المستمرة واجتماعاتهم السياسية ولسيما ملف تسليم واردات النفط من أربيل إلى بغداد تضاف إلى ذلك واردات المعابر الحدودية والمطارات على الحكومة العراقية أن تكون واضحة والكتل أيضا والبرلمان العراق أن يكون واضح بهذا الاتجاه ويستدعي وزير المالية أو محافظة البنك المركزي أو حتى رئيس الوزراء إذا ما تطلب الأمر ويستفهم منه هل كردستان أوفت التزاماتها اتجاه بغداد أم هي مجاملات سياسية لتخطيط مستقبلي قد يكون لرئاس الوزراء القادم الحكومة الاتحادية وقبل تطبيق أربيل بنود المؤزنة الاتحادية قررت تسليم حصة الإقليم المالية والبالغة نحو 130 مليون دولار شهريا وبأثر رجعي هي خطوة أثارت حفيظة كتل سياسية في البرلمان ودفعتها إلى قيادة حراك لمساءلة الحكومة الاتحادية إثر هذا الإجراء الوفد الكردي الذي يأتي إلى حكومة المركز يأتي من مصدر قوة ويبدأ بلوي ذراع الحكومة من خلال المصلح السياسية يعني ينظرون إلى الانتخابات كأنها تحصيل حاصل يجب أن تكون هناك خدر وتراخي من الساس الموجودين في الحكومة المركز لأن يحسنوا حسابات الانتخابات ويعتبرون الساس الكرد هم بيضة القبان في الانتخابات القادمة حتى يستطيع أن أسميه شراء ذمم وعلى الرغم من غياب الشد والجذب في علاقة بغداد وأربيل أخيرا فإن صمودها قد لا يدوم طويلا ما دامت أسباب عودة الخلافات قائمة علاقة أربيل مع بغداد على ما يبدو تعيش على درجات استقرارها كلما اقتربت الانتخابات المبكرة فما ينتظر الأفريقاء تحالفات وصفافات تحتم على من يطمح إلى رئاسة الحكومة البحث عن بيضة القبان معه لمنح الثقة إلى الحكومة المقبلة من عدمه محمد الفهد بغداد الميادي